تحت رعاية الشيخ نهيان بن مبارك وزير التسامح والتعايش الإماراتي اختتمت أعمال منتدى أبوظبي للسلم الذي عقد في أبوظبي تحت عنوان عولمة الحرب وعالمية السلام شارك في أعمال الملطقة 500 شخصية من صناع القرار في العالم وتضمن البيان الختام للمنتدى مجموعة من التوصيات أهمها التأكيد على أهمية الحوار لحل نزاعات والأزمات بين الشعوب والدول ونشر رسالة السلام والوئام في العالم هذا وقيم على هامش المنتدى معرض لأكثر من 30 منظمة دولية رائدة في مجال تعزيز السلم وصناعة السلام